في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النرية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وأيضا مواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط سلاس مائة وتسعة واربعين عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق خمس عشر مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرخة، سلاح، مخدرات، قتلى وضبط معهم مائة وتسع وتسعون قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنتاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنتاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ثم ضبط خمسة واربعين متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع ستمائة واربع عشر قطع السلاح ناري أبرزها تسع وستون بندقية وتسع وخمسون بندقية آلية وسلاثة وثلاثون مسدساً واربعمائة واثنان وخمسون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة وخمس وثمانون خزينة إضافة لتسعمائة واربع وعشرين قطع السلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ سلاثمائة وستة وستين ألفاً وسلاثمائة وواحد وتسعين حكماً قضائياً بإجمالية سمانية وعشرين ألفاً وسلاثمائة وثلاثة وخمسين متهماً من بينهم ألف واربعمائة وثلاثة عشر حكم جنايا ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة حكم حبسة ومائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون حكم غرمة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة عشر تشكيلاً عصابياً ضبوا واحداً وأربعين متهماً قاموا بارتكاب سبعة وخمسين حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض واحد وستين حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجماري واحد وتسعين متهماً كما تم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف وثلاثمائة واحدة وخمسين قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من مائة وخمسة وسبعين كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من تسعة وعشرين ألف وستة وثلاثين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة أربعة وثمانين كيلو جرام إضافة إلى أكثر من أحد عشر كيلو جرام من مخدر استروكس وعدد سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين قرصة مؤثر وثمانين ألف ومائتين وسبعة وثلاثين قرصة رامدو المخدر كما تم إبادة تسعين فدان منزرعة بنبات الخشخاش هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي مائة واثنين وخمسين مليون جنيها وضبط سبعة مراكز لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة عشرة ملايين جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر